باب ورد عمرين عسكر بالمدفع لا برنسي ايه نوزن تارك تحكي عليهم ما وتكل شي كنت معهم قال يخرج رغم كل المتعة التي تضمنها لنا الأفلام إلا أننا غالبا ما نتذكر من الفيلم سوى أدوار البطولة أو مقولات ذكرت هنا أو هناك لأن اسم المخرج عادة ما يمحى أمام شهرة الممثلين وهم تحت الأضواء لكن بقدر نجاح الفيلم أو الممثل تكون عظمة ولمسة المخرج المخرج الجزائري مسحدد من مولد عام 1937 بالجزائر العاصمة رسم لنفسه منذ شبابه طريقا في السينما فشقه بديئا كمساعد في التلفزيون الفرنسي بعدها كان تعاونه مع مخرجين إيضاليين كمساعد مخرج في معركة الجزائر سنة 1966 وكذلك في فيلم ثلاث مسدسات لسيزار سنوات بعد الاستقلال كانت تهافت المخرجين كبيرا على الأفلام التاريخية من جانبه اختار الكوميديا بفيلم المفتش الطاهر سنة 1967 ليعود ويؤكد نجاحه في هذا المجال الكوميديا التي تعتبر أصعب ألوان الفن برحلة المفتش الطاهر سنة 1972 والذي حقق نجاحا مبهرا وسدا واسعا في قاعات السينما مطلع السبعينات وأصبح عملا مرجعيا في السينما الجزائرية بالإضافة إلى أفلام أخرى ناجحة تلت ذلك مثل حسان طيرو في الجبل عام 1978 أطفال نوفمبر الاستقلال مادئين سنة 1999 وكعمل أخير اختار محورا معقدا ومؤلما لحكاية المهاجرين الغير الشرعيين من خلال فيلم حرق بلوز لم يكن تقليديا ولا مكررا لما قام به الآخرون تميز المخرج موسى حداد بتجديد الأفكار والنفس ليخرج عن المواضيع المهيمنة في الساحة عشق الكاميرا فجلس خلفها مطولا يدقق في التفاصيل يضع بصماته الخاصة يقدم وجوها جديدة في التمثيل تارة ويكون أجيلا في الإخراج ليشق طريقهم تارة أخرى رغم قلة الإنتاج إلا أن أثر ما قدمه بقي راسخا في ذهن المشاهد متابع وفي لما ينتجه الزملاء وما يدور في الساحة الفنية والثقافية الجزائرية رحل موسى حداد كما رحل الكثير من أبطال أفلامه لهم ترفع القبعة لرجالة الفن الحقيقي الممتع والزمن الجميل وبرحيله نعي حقيقة ما فات لكن الأثر الجميل باق بين دفات القلب والريبرتوار